اشتركوا في القناة 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 في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الاشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج العقرب طبعا أول شيء نحكي عن الشمس الشمس اللي موجودة في بيتك 11 بيت الأصدقاء واللي شوي بتخلي بعض الأصدقاء يلتموا حواليك أو بتزيد من علاقتك بأصدقاء معينين أو ممكن تهتم بصديق معين ولكن الفترة هاي بتكون سلبيتها أنه أنت تعتبر عن مكان لتفريغ الطاقة السلبية يعني بمعنى اللي عنده مشكلة رح يجيك عشان أنت تفرغ له هالطاقة هاي يشكيلك يبكيلك فعشان هيكي طاقتك شوي بتكون مهزوزة بالفترة هاي في منكو رح ينشط بإعلاقات اجتماعية أو دعوات أو حفلات أو مناسبات أو ينشط مع الأصدقاء بشكل كبير بالنسبة لعطارد اللي موجود في بيتك 11 وبدو ينتقل لبيتك 12 عشان هيكي الأجواء رح تصير إلها علاقة بالعمل رح يعزز أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة إلها اهتماماتك بغذاءك بوزنك اهتمامات حتى بالرقابة للأمور اللي حواليك يعني بتزيد بالزيادة وممكن تنتبه لأي شخص بحاول إنه يكيد لك أو يمكر لك بالفترة هاي أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة رح تنتقل من بيتك التاسع اللي له علاقة بالدراسة والجامعات والمحاكم والقضايا والسفر بدو ينتقل ويصير في بيتك العاشر اللي هو بيت السمعة هاي الفترة حساسة هي فترة زي الامتحان يا بترفعك يا بتنزلك عشان هيكي لازم تكون جاهز وتستغل الفرص هاي بيت السمعة بيت العلاقات وبرضو بيت المناصب فعشان هيكي يفتح لك مجالات اللي هي علاقة بترقي اللي هي علاقة بعمل جديد اللي هي علاقة بتطوير علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تحصل على تكريم معين أو شهادة تكريم أو إنجازات معينة بالفترة هاي حاول تستغلها بشكل إيجابي وتكون مستعد لهاي الامتحانات أما بالنسبة للسمعة فدير بالك من إنك تشوه سمعتك بأي مجازفات أو مغامرات ممكن تحط علامات استفهام عليك أما بالنسبة للمريخ في البيت السادس وبما إنه موجود في بيت العمل والصحة برضو بيجيب مشاكل على مستوى العمل وبيخلي بعض الأشخاص يستغلوك أو بيخليك عصب المزاج في بعض الأشياء اللي لها علاقة بالعمل حديث الطباع أو المشاكل أو اختلاق المشاكل أو حتى المجازفات والمغامرات أهم شيء أنك تنتبه لصحتك بشكل جيد حاول أنك تحافظ على صحتك من أي تطور ممكن يصير بالفترة هاي ممكن يعني أشياء لها علاقة بشعور بتعب أو إرهاق أو ارتفاع وزن مثلا أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي في البيت الثالث وهو بيحرك على مسائل لها علاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات وحتى أمور لها علاقة بالكمبيوترات بالهواتف بالسيارات بالعلاقة ما بينك وبين الإخوة والجيران ولكن بعطيك شوية عصبية مش شوية بس هي كثير شوية يعني في عصبية فعشان هيك بدك تنتبه من العصبية والحدية والمجازفة والمغامرة والقيادة بدون انتباه ودخولك على امتحانات بدون ما تكون دارس ومستعد أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا بنحكي عن نبتون نبتون اللي بيجيب لك الأوهام على المستوى العاطفي فعشان هيك بيصير فيه خلافات ونقاشات وحوارات ومشاكل على المستوى العاطفي ما بينك وبين الأحبة أو الأبناء أو الوالدين وممكن تحس بوهم معين أو شك معين أو غير معينة العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي فبتكون ديروا بالك انك تطوروا المشاكل هاي بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السابع طبعا أورانوس موجود وبيتراجع فعشان هيك منقول لكم انتبهوا من أي أمور إلها علاقة بالخلافات أو الجدالات أو النقاشات الحدي ما بينك وبين الأزواج فهذا بيجيب مشاكل على مستوى الزوج الزوجة شريك المال يعني شريكك بالعمل فعشان هيك بتكونوا منتبهين أورانوس يا بيجيب بدعم العلاقات بشكل كبير يا بيجيب الخلافات اللي بتصير فيها قطيعة بشكل كبير فبتكونوا حذرين من تقلبات أورانوس أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية خلينا نشوف القمر إيش بدو يعطيه التأثيرات مع تأثيرات هاي الكواكب من مساء اليوم الخميس القمر بيصير موجود بالحمل حتى صباح يوم الأحد يعني في بيت الصحة والعمل انجزوا ما ترا كم لديكم من عمل بتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جد والغذاءكم خذوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة هاي ممكن تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من مشاكل أو مشكلة صحية من صباح يوم الأحد الخمر بيصير في الثور مقابلك تماما وحتى مساء يوم الثلاثاء هاي مناسبة للقيام بعمل وطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم شراكات المال أو العاطفة اتجنب الانفعالات ما اللي ممكن تخفي عداوي لاسيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك في الفترة هاي خاسر وخصمك رح يكون أقوى منك ورح يكون شرس من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في الجوزاء وحتى صباح يوم الجمعة هاي الفترة بتقدر تدخل تعديل أو التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد بتنشط في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك ما تقف ساكن وتحرك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء